يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنفي إلى العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القوم على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعلاقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقبحون وجعلنا من وبين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغير فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى وندب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءنا المرسلون إذا رسلنا إليهم أثنين فكذبوهما وعززنا بثالث فقالوا إنا فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا لكم لإن لم تكنتموا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قول مصرفون وجاء من أقصر المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجر وهم مبتدون وما ليه لا أردد الذي فترني وإليه ترجعون أأخذ من دوده آله تنهي لردن الرحمن إي ردن الرحمن بذر لا ترني عني شفاعتهم شيئا شفاعتهم شيئا ولا يوقظون إني إذا لفي ظلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما وبرني ربي وجعلني من المكرمين وما أنسلنا على قومه من بعده من جند من السماء من جند من السماء وما كنا منسلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهدئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنة من نخيله وأعنابه وفجرنا فيها من العلوم ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأسواد كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منهم ما وفهذاهم مظلمون وفهذاهم أعلم